موسيقى السلام عليكم حسب الفيلسوف ناتشا فإنه مع صقراط انتصرت إرادة العدم على إرادة الحياة لماذا؟ لأن التقديس النزع الهابطة والسافلة يؤدي بالحياة مباشرة إلى فقدان أي معنى فقدان أي قيمة ويؤدي بالإنسان إلى الهروب من هذا الواقع ليعش بي ومواجهة هذا الواقع بالحلم مواجهة بالوهم بمعنى بالسلبية والإنهزامية عالم المثل ليس سوى شكل من الحلم ليس سوى شكل من التعب والوهن لا أكثر ولا أقل لذلك أن صقراط كما يقول ناتشا هو الجذر العميق للعدمية صقراط وأفلاطون كما يقول ناتشا كان منحطين بتعبير دق كان صقراط منحطا ينتمي إلى أدنى طبقة من الشعب إلى الدهماء يقول ناتشا كل شيء عد سقراط مبالغ فيه مهرج كاريكاتوري كل شيء مخفي في نفس الوقت غني بالدوافع الخفية تحت أرضي لغز سقراط يكمن في المعادلة الغبية التي هي العقل والفضيلة والسعادة معادلة تكون معارضة لكل غرائز الإغريق الأوائل للصحة والنبل اليونانيين يتم توفير مفتاح هذا اللغز من خلال الاكتشاف السقراطي للجدلية أي البحث عن الأسباب كان اليونانيون الأوائل من الطبقة العليا أبدا يزدرون البحث عن أسباب سلوكهم وعرضها لم يكن الامتثال للسلطة للقيادة سواء من الآلهة أو من أفسهم سواء مسألة أخلاق حسنة بالنسبة إليهم الوحيدين الذين يلجأون إلى الجدال هم أولئك الذين لا يملكون وسائل أخرى ليكونوا مسموعين من قبل الآخرين ومحترمين إنه نوع من ردة فعل الأشرار ضد الأخيار فبالنسبة للنيتشا هذا الشخص الجدالي الذي اكتشفه أو الذي يبرع به سقراط هذا الجدل هو مجال محاججة مع الخصم حتى يثبت لهذا الخصم أنه ليس أحمق وبالتالي يبدأ يقدم تنازلات حتى يتصور أنه هذا اللي الجادل معه أنه خصمه أصبح فريسة بيده وإذا بلاحظة وحدة ينتزع منه سلاحه بنفس الوقت ويقضي عليه هكذا كان يفعل سقراط في عملية الجدال بالبداية يوهم أنه لا يفهم شيء بالتالي عندما قام سقراط بافتتان أو بجعل الناس يفتتنون بي لماذا؟ لأنه اكتشف في الجدال شكل جديد من المصارع هكذا قام سقراط باستقطاب الناس في أثناء ومن بينهم إفلاطون لذلك في عصر فقدت فيه الغرائز سلامتها القديمة واتفككت كانت هناك حاجة لقوة غير غريزية هذه القوة كان هو العقل مع ذلك فأن هذا العقل يمت بصل إلى الانحطاط وإلى المرض يقول نشا لقد ول زمن الإنسان السقراطي لذلك هناك أمل في المستقبل يتجاوز ذر والثقافة السقراط نحو فلسفة مستقبلية لن تكون نظرية كما كانت جميع الفلسفات حتى الآن ولكن هذه الفلسفة ستكون مؤسسة عند راية على أفعال الإرادة لذلك هجوم الفيلسوف نتشا على السقراط هو هجوم على العقل هذا العقل على اعتبار أنه كان متحرر من أي أفكار مسبقة يظهر أنه كان متأسس أصلا على حكم مسبق على أخطر من الأحكام المسبقة ألا وهو الحكم المسبق النابع من الانحطاط بعبارة أخرى هذا العقل اللي يستحيل أن تشك بأنه يضحب الفكر بلحظة واحدة ممكن هذا العقل يضحب الفكر لذلك يقول ناشا أن الآلهة وكأنه دريد يرد على أفلاطون أفلاطون اللي يتكلم على دستان سقراط بالمحاورات أن الآلهة تتفلسف بدورها في تناقض مع محاورة فلاطون أن الآلهة تتفلسف بدورها اللي كان يكتب بيها فلاطون أن الآلهة لا تتفلسف الآلهة لا تميل إلى الحكمة لأنها هي حكيمة بعبارة أخرى يقول ناشا فإن الآلهة ليست مثالية أبدا بالتالي سوف يعتبر ناشا أن كل فلسفة فلاطون هي بمثابة تقمص أو عبارة عن عادة تدوير لفلسفة سقراط عمل فلاطون على إحلال الفكر محل الواقع المثال محل الحواس العقل محل الجسد لذلك يقول ناشا أن الميتافيزيقية ترى أن أسمى الحقائق ينبغي أن يكون لها مصدر آخر خاص بها ولا يمكن أن تتولد في هذا الواقع لا يمكن أن تكون في هذا العالم سريع الزوال هذا العالم المخادع والوهمي والفقير كلا ناشا يرفضل هذا الشيء ويقول الميتافيزيقي بالحقيقة ترى أن منبع الحقيقة ومبدأها يكمنان هنا في قلب الوجود فيما لا يزود لذلك كانت مهمة نيتش الأساسية تتمثل في قلب تلك الفلسفات الفلاطنية باعتبارها فلسفة معارضة للحواس باعتبارها فلسفة تعترف بعالم المثل عالم المثل اللي يتطرق له الفلسفة الفلسفة الفلاطون في المثل في المثل اللي يضربه عن الكهف أنه هذا المواقع والعالم اللي نقش به هو عالم غير حقيقي عالم غير واقعي وأنه هناك عالم آخر عالم فيه الصورة الحقيقية لذلك يعني في شيء مقارب يعني إذا نريد نقرب بالمسألة الدينية هو شيء مقارب للعالم الآخر بالنسبة للأديان لذلك نيتشا يقول عن الفلاطون وعن نظريته بالمثل أنها تجمع بين عنصر باراميدس مع جزء من كتف هيريقليتوس مع جزء من قدم انبادوقليدس لذلك يقول أن الفلاطون نفسه يتسم بكونه أول هجين كبير وهذا مدوم في شخصيته كما مدوم في فلسفته أن نظريت الفلاطون حول المثل تجمع عناصر سكراطية تجمع عناصر في ثاغورية تجمع عناصر هيريقليطية لذلك فهو لا يشكل نموذجا صافيا أبدا كانت تعاليم سكراط شكلت عنصر أساسي من عناصر نظرية المثل الموجودة عند فلاطون تلميذها فلاطون تلميذ سكراط لذلك كانت هذه التعاليم هي نقطة البداية اللي ينطلق منها منها فلاطون لبناء نظرية الكاملة اللي هي نظرية المثل هاي النظرية سوف يعتبرها نيتشا من أكبر الأمراض النفسية التي يعتبر سكراط هو مصدرها وذلك من خلال نقل عدوى الحقد على الحواس إلى أفلاطون لذلك التحرر من الحواس يعتبر أهم مبدأ أخلاقي في نظرية المثل الأفلاطونية وهذا الشيء أخذ من سكراط لذلك قام أفلاطون بتجميع كل هذه العناصر التي بها استطاع أن يشكل في آخر الأمر نظرية المثل التي هي بالأساس لا تتميز بالإصالة وأخذها من هذا الفلسوف ومن ذاك وعمل نظرية المثل لمعنى أن نظرية المثل ليست صافية وليست خالصة بل هي مجرد حسب نشه هجين لذلك المنطق البرهاني اللي اعتمده أفلاطون هذا المنطق بما هو ميتافيزيقي مفارق لهذا الوجود يطلع أيضا بوظيفة حسب نشه التبرير الأخلاقي للضعف التبرير الأخلاقي للخنوع يقول نشه أن الميتافيزيقية تؤدي إلى خلق عالم آخر مستقل عن هذا العالم الأرضي وتضفي على ذلك العالم أبهى صورة وأجمل صورة أخلاقية من حيث هو رمز للخير والحق والكمال هذا الطابع الأخلاقي الذي تتصف به الميتافيزيقية هذا الطابع تهدف من وراءه على غرار الدين بالضبط إلى سلخ الإنسان من عالمه الأرضي الذي عيش فيه وربطه بالعالم الآخر وهي إذ تفعل ذاك تفعله بكيفية أدق وبمنطقية أكثر وأقناع أقوى من الدين كل هذا تفعله من أجل ماذا؟ من أجل أن تجعل الإنسان عاجز عن مقاومة إغراء الالتجاء إلى مثل ذلك العالم وتجعله يائس وحاجز في هذا العالم بالتالي فلاطون هو السبب الرئيسي لوجود حسب كثير من الناقدين لفلسفة ناتشا بل لمعظم الفلسفة الغربية طيلة قرون وقرون بالتالي فلا يمكن فهم فلسفة ناتشا إلا باعتبارها هذه الفلسفة غالب لفلسفة فلاطون كفاح مستميد من أجل تفكيك فلسفة فلاطون باعتبارها أن هذه الفلسفة التي استمرت طوال قرون في كل ملامح الفلسفة الغربية سواء في التفاصيل الصغيرة أو حتى التفاصيل الكبيرة لذلك الفلسفة ناتشا لا يفهم الفلسفة الغربية إلا وهي فلاطونية أو كمظهر دائم للفلسفة الفلاطونية سواء الفلسفي أو الديني أو حتى الفني لذا فلسفة ناتشا ما هي إلا حركة مضادة للميتافيزيقية بمعنى حركة مضادة للفكر الأفلاطوني كان سقراط على حد قول ناتشا من أصول غير نقية من أصول تنتمي بالولادة إلى أكثر الناس دهما ودونية وإذا كانت غرائزة سقراط مضطربة توحي بالطابع الإزرامي وإذا كانت نفسية سقراط مهلوسة فإن الصفات تلميذه أفلاطون مخالفة لذلك تماماً لأنه أفلاطون كان منطبقة الإرستقراطية فأفلاطون أجمل حسب ناتشا أجمل نبتة عرفتها العصور القديمة كما أنه الأكثر براءة فقد كان مجرداً من المكر الخاص الموجود عند الدهماء وله قوة تفوق قوة كل من سبقه أفلاطون بالنسبة للفلسوف ناتشا اللي كان يتمنى موقف نقدي في نهاية الحق الكلاسيكية هو إنسان نادر وإنسان دوم ووهب فنية وهو إنسان عند قدرات كبرى وهو إنسان متمكن في كل السجالات وهو في التأليف يظهر موهبة درامية كبيرة جداً تتعد عظمة أفلاطون كل الحدود في كل النواحي في الجانب الأخلاقي في الجانب الفلسفي في الجانب الأدبي في الشعر في النثر الجميع يحترفون بعظمة أفلاطون في كل هذه الأمور لذلك يقول ناتشا إنه هناك تغير طرأ على طبيعة أفلاطون ولم يبقى أفلاطون ثابتاً على طبيعته مصدر هذا التحول الذي طلع على طبيعة أفلاطون هو سقراط فرغم كل المزايا الطيبة رغم كل الفضاء اللي يتميز بها فلاطون لكن مع الأسف وبفعل وتأثير من سقراط حدث تحول في مسيرة الفكرية وهو تحول سلبي كان كل السبب فيه سقراط من هنا يأكد ناتشا التهمة اللي لحقت ولحقت بسقراط وهي إفساد الشباب وعلى أثر الحكم العالية بالعدام يأكدها ويقول نعم سقراط كان مفسد للشباب يقول يمكن لنا أن أتساءل على اعتبار نحن أطباء من هو الذي أعدى أو جلب العدوى لأفلاطون بهذا الداء هل هو سقراط القبيح هل كان بالفعل بإمكان سقراط أن يكون مفسد لشباب إذن هو يستحق كأس السب لذلك يوجد في أخلاق أفلاطون شيء لا يمت بأي صلة إلى أفلاطون نفسه بحيث يمكن القول أنه يوجد أمر في فلسفة أفلاطون بالرغم من أفلاطون هذا الشيء ما هو هو النزعة السقراطية التي تبناها في العمق بسبب سقراط بالتالي أفلاطون كان في سلمان شباب الأولى كاتب مسرحي يكتب الشعر كان يكتب النثر كان يكتب مسرحيات وكان أيضا عنده تأثير ساحر بأمور كثيرة كان يتقنها لكن للأسف الشديد تأثرة بسقراط جعله يصل إلى مرحلة بأن يقوم من أجل أن يرضى سقراط بإحراق كل الكتابات التي كتابها سابقا لذلك يمكن أيضا التعبير عن معارضة نيتشا للحقبة التي عاش بها سقراط لأفكار سقراط على النحو التالي يستبدل نيتشا إيروس الذي هو إله الحب إله الجزء عدل الغريق بإرادة القوة بعبارة أخرى الفلسفة كما مورست يقول نيتشا الفلسفة كما مورست حتى الآن قريبة من القمر بينما فلسفة المستقبل شبيهة بالشمس الأولى تأملية ولا ترسل إلا ضوءا مستعارا تعتمد على أعمال خلاقة من خارجها وصابقة عليه أما الفلسفة المستقبلية فهي فلسفة خلاقة لأنها مدفوعة بإرادة قوة واعية شكرا شكرا